طيب ملفات كتيرة جدا معنا النهاردة وأخبار كتيرة وطبعا هنتكلم في القادم للنادي الأهلي لكن قبل ما نتكلم في القادم خلينا نفرح شوية خلينا نتكلم في الحاضر شوية عايزين نقول الحمد لله عن الفوز العظيم مبارح للنادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف طبعا نظيف وبكده نقدر نقول ان احنا رفعنا رصدنا ل 62 نقطة في صدارة طبعا ترتيب الدوري الممتاز طيب الحمد لله حنقولها تاني لأن الأهلي يعني لم تتلقى شباكه أي هدف للمباراة العشرة على التوالي في جميع البطولات وأعتقد ده إنجاز كبير جدا الأهلي فاز زي ما حضراتكم شفته على سيراميكا وبيقترب إن شاء الله من لقب الدوري طيب ناس قالت لك المباراة ما كانتش حلوة ناس قالت لك كان فوز لكن لم يكن هناك أداء على كل حل الفريق خلينا نقول حقق المطلوب هو التلات نقاط مع رفع طبعا الروح المعنوية انت رايح بعد كده وحتواجه الوداد في نهاية طبعا أفريقيا فأنت لازم تكون رايح معنوياتك مرتفعة الفوز اللي حصل ده أعتقد كان فوز محترم جدا وكان فوز لابد منه إحنا ما عندناش أي فكرة هنا رفاهية خسارة أي نقاط ففكرة إننا بفوز في آخر مباراة ليا محليا في الدوري بعد كده بنتقل لأفريقيا وأنا روحي المعنوية مرتفعة وإن كان الأداء ليس الأفضل أنا شايفة برضو إن ده أعتقد إنجاز كبير جدا وإنجاز يعني نبقى سعداء به أولا كمان خليني أتكلم في بعض التفاصيل أنا شفت مباراة حسين الشحات يعني بيقدي بصراحة بشكل أكثر من رائع كان متفاوج جدا كمان في المراوغة وكمان بنلاحظ مستوى المتطور ومش بس حسين الشحات بالمناسبة أنا شفت كذا لاعب عندك الأداء بتاعه متطور مش في مباراة مش في اتنين فيه أداء متطور وثابت فيه ثبات فيه الأداء أعتقد ده أمر رائع جدا فيعني بالتوفيق في اللي جاي لكن أنا أعتقد إن شاء الله سيبقى فيه أمل كبير جدا وأنا وثقة فيه الفريق بإذن الله هلقدم مباراة أكثر من رائعة ذهابا وإيابا أمام بإذن الله البداد المغربي تعالوا بقى نكمل مع حضراتكم معي أخبار كتيرة جدا قبل ما نروحي أنا عايزة برضو أتكلم عن مصطفى شبير بصراحة مصطفى شبير من اللعيبة اللي تفرح بيهم يعني من اللعيبة بتوعك اللي تفرح بيهم مفيش عندك أي قلق لما بينزل الملعب مفيش شك كمان خلينا نقول إن هو فعلا حارس جيد قدراته هيلة تقدر إن انت تثق فيه إن هو يكون لعب أساسي في يوم ما ده معناه إن انت عندك حراس مرمى على أعلى مستوى بجانب طبعا محمد الشناوي وخليني أقول كمان علي لطفي كمان علي لطفي يعني من الحراس الرائعين جدا يمكن ما حلفوش الحظ قوي إن هو برضو ينتهز هذه الفرصة طبعا للإصابة لك أنا بشوف إن إحنا عندنا يعني فعلا سكواد أكثر من رأس وفيه الفرقة الأساسية أو طبعا فيه الفرقة يعني مش هقول للإحتياطي ولكن في الفريق ككل فعلى كل حال أنا أعتقد إن إحنا كده ماشي من قطوات رائعة